ياهو فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلالة و جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك وكفتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعده فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني حقيقة سلسلة بتمنى ربنا ينفعنا بها رب العالمين واتمنى ان احنا نعيش بقلوبنا كل يوم فعلا في كوكب جديد ونقعد نتأمل كده ونقول يا طرى بكرة هنكون فين وبعد هنكون فين يعني تعالوا نعيش مع 30 كوكب كلهم أخلاق وكلهم جمال وكلهم نجوم عايشين في الكواكب الجميلة ديت هنتعرف عليهم ونتعلم منهم ونتأسف حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يجمعنا معاه في الجنة ويكون قريبين منه جدا والهدف في السلسلة دي كلها ان احنا نقرب أكتر وأكتر من حبيبنا صلى الله عليه وسلم من اللي قال قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة كنا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا بنحاول بنحاول ان احنا نحسن أخلاقنا ونحسن سلوكياتنا علشان نقرب أكتر وأكتر من حبيبنا ونتصلى عليه صلى الله عليه وسلم تعالوا قبل ما الوقت يزبقنا تعالوا نركب سفينة الفضاء يلا سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمقالبون يلا توكلنا على الله نركب سفينة الفضاء وننطلق إن شاء الله في سماء الطاعة ونقرب لحظة بلحظة وخطوة بخطوة للكوكب اللي هننزل عليه النهاردة النهاردة هننزل على كوكب الكوكب ده محتاجينه في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة كوكب الطاعة طاعة ربنا والقرب من ربنا سبحانه وتعالى والأنس بربنا سبحانه وتعالى تعالوا نتعرف حبيبي إخواني وأهلي وناسي تعالوا نتعرف على سكان كوكب الطاعة تعالوا هنبص على الأصور اللي موجودة ومرصوصة كان لقلق المنضود الله أكبر ما شاء الله وصحابها قاعدين منورين في الأصور بتاعتهم كان أول أصر نقابله كان أصر عبد الله بن مسعود وابنه بن مسعود حقا لي أصور كتير جدا في كواكب كتير زي أبو بكر وعمر وعفمان وعليه وصحابة كتير جدا كان لي أصر في كل وقت وفي كل مكان أول أصر أبنه أصر ابن مسعود ليه ابن مسعود كان ليه مواقف حلو أو في الطاعة كان ليه مواقف كتير جدا جدا لكن كان ليه مواقف محدد جميل أو أوي بيدل على مدى الامتثال والسمع والطاعة الرهيب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام الحديث رأى أبو داود بسند صحيح حب النبي يكلم الصحابة فقال اجلسوا فسمع ابن مسعود الأمر بالجلوس وهو خارج المسجد في الشمس المحرقة فجلس ابن مسعود في الشمس المحرقة وظل في جلوسه هكذا حتى انتهى النبي من حديثه وخطبته مع الصحابة فلما أراد النبي أن يخرج من المسجد وجد ابن مسعود جالسا في الشمس المحرقة فقال ما حملك على هذا يا ابن مسعود اللي خليك تقعد في الشمس المحرقة دي قال يا رسول الله سمعتك وأنت تقول جلسه فكرهت أن أؤخر أمرك فجلست في الشمس المحرقة يا الله من يعمل كده يا جماعة يعني لو ان ابن مسعود قرب خطوتين ثلاثة ودخل جوه المسجد وقعد في الظل هل تتخيل أن النبي كان ممكن يلومه طبعا لا يمكن يلومه لأنه دخل وسمع برضو كلام النبي وجلس لكنه وصل إليه أمر النبي وهو ما زال في الشمس المحرقة فامتسالا لأمر النبي جلس ابن مسعود في هذه الشمس المحرقة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف الأسر اللي جنبه بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الأسر اللي جنبه الحقيقة أسر جميل أو أول وملفت للنظر فوق الوصف لأن صاحبه عمل حاجة الحقيقة حاجة لم أقولها لك يمكن ما تصدقنيش لكن لولا صحة النقل يعني شيء فيه الخيال قصر حنزلة حنزلة هو حنزلة عمل إيه حنزلة رضي الله عنه وضعه الحديث رؤول حاكم بإسناد حسن إن حنزلة كان لسه متجوز وكان ليلة البناء بتاعته وليلة الدخلة بتاعته وكان متزوج المرأة جميلة جدا قاتى مرأته في الحلال وأصبح جنبا فسمع منادي الجهاد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي هو جنب فخاف إن هو يخش يغتسل فيتأخر عن الجيش فما يعرفش هي الحقي الجيش وفي نفس الوقت مش عايز يخرج هو جنب فما كان منه إلا أنه خرج إلى الجهاد واستمع إلى نتاء الجهاد يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي خرج وهو جنب ودخل وجاهد في سبيل الله حتى قتل فرأوه الصحابة في منظر عجيب جدا لقوا نايم على الأرض مضمخا بدماء الشهادة وحواليه بركة من الماء حواليه مية كثيرة جدا فسألوا النبي وقالوا له يا رسول الله رأينا حنظلة وقد يعنموا لأجسده بالماء وحاولوا ماء كثير وليس معنا ماء حتى نشرب منهم فقال أجل إني رأيت حنظلة بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وتصط من الجنة الله أكبر فأرسل النبي من يسأل زوجته هو إيه اللي كان عمل حنظلة في اليوم دوات فقالت إنه قد أتاني في الحلال فأصبح جنبا فكره أن يؤخر خروجه للجهاد فخرج وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته ملائكة الرحمن جل وعلا أكيد كان لازم يبقى له أصرب بجد في كوكب الطاعة لأنه لم يتأخر لحظة عن نداء الجهاد عن قول القائل يا خيل الله ركبي يا خيل الله البطي من تاني يا جماعة الخير كان لي أصرف الكوكب الجميل دو أنا عمال أقول لك منظومة أصور جميلة في كل الكوكب علشان إلى الهمة عندك تعلم وتقول إن شاء الله يكونني أصرف كل الكوكب تعالي نعد يا شيخ محمود من أول ما بدأت لمضان كوكب كذا وكوكب كذا وعدهم معايا وكتب أسماء ما عندك وفي الآخر يقول إن شاء الله يكون لي يا نصيب بأصرف كل كوكب من الكوكب ديت علشان كلما يكون لأصر أكيد النبي لي أصر طبعا وأعظم أصر في كل كوكب علشان يكون قريب جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله ربنا يجمعنا وياكم مع نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم القصر اللي بعد كده قصر كعب بن مالك كعب بن مالك هو من ضمن شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك اللي تخلف عن غزو التبوك هو واثنين تاري من الصحابة هو وعدد كبير من الصحابة لكن اللي تخلفه كان عدد من المنافقين وثلاثة من الصادقين هلال بن أمية هلال بن ربيع مرارة بن ربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك الثلاثة دول تخلفوا كانوا من الصادقين لكن البقين كانوا منافقين اللي تخلفوا فلما تخلفوا عن غزو التبوك فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزو التبوك ويعني كل المنافقين قالوا له احنا تعخرنا عشان كذا عشان كذا وقالوا أعذار كده وكذبوا فلما على السلام وقل سرائرهم إلى الله لكن كعب بن مالك لم يكذب مرة واحدة بل صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي الصحابة أن يقاطعوا التلاتة دولة خمسين ليلة خمسين يوم ما حدش يكلمه أبدا بعد مرور أربعين يوم طبعا هو النبي ما حددش خمسين في الأول هو النبي أمر يقاطعهم لحد ما نازل التوبة الله بعد خمسين يوم خب بالك بعد مرور أربعين يوم حصل موقف في غاية العجب طبعا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وخلاص يعني الدنيا في علوم اسودت فيهم يعني سبحان الله كان مشهد عجيب جدا ومؤثر جدا لكن بعد أربعين يوم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى الثلاثة وأمر كل واحد منهم أن يعتزل أمرأتك خب بالك جاء رسول رسول الله إلى كعب بن مالك وقال له إن رسول الله يأمرك أن تعتزل أمرأتك شوف ماذا السماء وصل لدرجة إيه قال أطلقها أماذا يا جماعة النبي ما جابش سيرة الطلاقة ورسوله رسولي لا ما جابش سيرة الطلاقة ده بيقول له اعتزلها ما تقرب لهاش فقال يعني مبالغة في السماء الطاعة قال أطلقها أماذا قال لا لا تطلقها ولكن لا تقربها فإذا بكعب بن مالك يأمر امرأته أن تخرج من البيت قال الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر وبعد عشر ليالي يعني بعد تمام الخمسين ليلة ينزل أو تنزل توبة الله عز وجل على الثلاثة ثم تاب عليهم ليتوبوا وينادي مناد على كعب بن مالك فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفتسم الحبيب المصطفى في وجه كعب بن مالك ويقول يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك لدرجة العلماء اختلفوا هو خير يوم المر على كعب بن مالك هو يوم أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن خير يوم المر على كعب بن مالك يوم ما نزل توبة الله عليه فقالوا ده كان خير يوم يوم ما نزل توبة الله عز وجل على كعب بن مالك عشان كده كليه أصر في كوكب الطاعم تعالوا نشوف مين تاني كليه أصر يا جماعة عشان النساء ما يقولوش ملناش نصيب ليه لا طبعا ده النساء اليوم نصيب عظيم جدا بفضل لا النساء شقائك ورجال كما قال سيد رجال صلى الله عليه وآله وسلم المرأة هي نصف المجتمع وتالي دولانا نصف الآخر ربنا يحفظكم ويبارف فيكم يا رب العالمين كان الأصل البعادية لابنة عمة النبي وزوج النبي وأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه وأرضها إيه الكسة يا جماعة الكسة باختصار إن نبي حب إنه يلغي الفوارق الطبقية اللي موجودة في المجتمع ما فيش حاجة اسمها في المجتمع الإسلامي ده فقير وده غني ده وزير وده غفير الكل إخوة إنما المؤمنون وإخوة إن أكرمكم عند الله أتقاكم ودي كان لها سبب يا جماعة إن النبي لما كان يوم فتح مكة وكان داخل صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة فيقدر ربنا سبحانه وتعالى إن النبي عارف إن بلال عذب كثيرا في مكة فأمر بلالا أن يصعد فوق الكعبة ليؤذن فلما صعد بلال فوق الكعبة ليؤذن وإذا بعدتاب ابن أسيد وكان رجلا مشركا وقف وقال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم حب النبي عسام يعني يلغي بقى الفوارق الطبقية ديت فأراد أن يزوجها زينب بنت جحش اللي ابن تعمته الحسيبة النسيبة الكرشية الجميلة الوضيئة التي يتمناها كل حسيب ونسيب من أهل الكريش أراد أن يزوجها من مولا من الموالي وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه أرضاه فرفضت وقالت له لا يا رسول أتزوج من مولا من الموالي ده مش ممكن فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فكانوا وقفين عند الحق فقالت يا رسول الله أترضاه لي زوجا فقال أجل قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها زيد ابن حارثة وحدث بينهم ما يحدث بين الأزواج حصر خلاف ما بينه وما بينها وبعد السنة تقريبا طلقها فلما طلقها نزل الأمر بزواجها من عند المولى عز وجل فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها فكانت تتفاخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات بسبب السمع والطاعة والامتسال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زينب بانتجحش لها قصر عظيم جدا جدا في كوكب الطاعة رضي الله عنه وارضاه لا تعندنا كمان امرأة كمان ما شاء الله أصرها بجوار قصر زينب بانتجحش من دياترة امرأة جلبيب أكيد في ناس كثيرة جدا ما يعرفوش من هو جلبيب وما يعرفوش من هي امرأة جلبيب قصة جلبيب وامرأة جلبيب باختصار شديد بس بعدها تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم إن جلبيب رضي الله عنه وارضاه كان صحابي جليل جدا وكان يحمل إيمانا كالجبال لكنه كان دميم الخلقة ففي يوم الأيام رحل النبي هو حزين أوي قال له كلمات والله العظيم تقطع الألب قال له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل دمامة خلقتي تبنعني من دخول الجنة قال لا لا تمنعك من دخول الجنة قال فلما لا يزوجني أصحابك كلما خبط على باب واحد من الصحابة عشان أتجوز بنته يقفل باب وفشي فصعب على النبي جدا فرح قال له إيه قال اذهب إلى بيت فلان ورح منقله بيت ما شاء الله حسب ونسب وبنت عندها جمال ودين وأدب الله أكبر قال له اذهب إليهم وكلهم إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني من ابنتكم ذهب جوليبيب وطرق على الباب وفتح له والد الفتاة قال ماذا تريد يا جوليبيب قال إن رسول الله يطلب ابنتك قال نعم ونعمة تعينه طب هو الاسم مش فاهم يعني قال نعم ونعمة تعينه وهل لنا بغير رسول الله فقال ولكنه لا يريدها لنفسي يعني بس وتستعجلش كده وتفرح أوي قال فلمن يريدها قال يريدها ليه فالراجل طبعا بعد ما كان ما شاء الله مبتسم راح تضرب المئة 11 ومكشر فقال أما وجد غيرك يعني حتى ما قدرش يكتب الكلمة قال له أما وجد غيرك أم البنت جوه بقى فبتقول له من على الباب قال جوليبيب قالت وماذا يريد قال يقول إن رسول الله يطلب ابنتك قالت نعم ونعمة تعينه وهل لنا بغير رسول الله زوجها لرسول الله قال يعني سبول شيء يعني ما تستعجليش ولكنه لا يريدها لنفسه قالت فلمن يريدها رسول الله قالت قال يريدها لجوليبيب قالت جوليبيب أما وجد غير جوليبيب أما كان أبو بكر أو عمر أو أصمان أو علي طبعا جوليبيب بيسمع الكلام ذا كله يعني ودمه تحرق على الكلام الباشع اللي اسمه ده وإذا بتلك الفتاة المؤمنة التقية الورعة تخرج على أبويها وتقول ماذا تصنعان أتردان أمر رسول الله أين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أمرهم وماذا تصنعان إذا نزل قرآن فيكم أو فيكما قالت ادفعاني إليه فإن الله لا يضيعن فرجع جوليبيب وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الفتاة فدعا لها النبي بكل خير وقال لجوليبيب ها هي الفتاة قد وفقت فجهز نفسك لبيت الزوجية وادخل بتلك الفتاة في الغط يلا فرحك بكرة جوليبيب طلع حشان يجهز بعشه الزوجية بقى أين شاء الله راح بقى يجيب عفش الله أكبر حصيرة وإبريق وكوز حاجات كده يعني إيه الحياة اللي ممكن نحن نبني بها يعني فهم زيه وده كان عشه الزوجية فرح يجهز الحياة دهت وإذا به يسمع نداء الجهاد يا خيل الله ركبي يا خيل الله البطي غزو تقوحط فكان مخيرا طب هو واخد إذن من النبي يروح الجوز وكان ممكن يروح الجوز ومن النبي مش هيلومه لكنه آثر رضا الله وآثر رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلثم وأعد عدة الجهاد وراح اشترى سيف ودرع وراح اشترى رمح وراح ايه تلثم عشان النبي ما يردوش وذهب ليجاهد في سبيل الله جل وعلا دخل يجاهد في غزة أحد وبعد ما انتهت الغزوة النبي كأن قلبه حاسس ان اللي زيه جلا يبدأ لا يمكن أبدا هيترك الجهاد أكيد هو راح من ورانا عشان يجاهد في سبيل الله فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة هل تفقدون من أحد قالوا أجل نفقد فلانا وفلانا بيعدوا يعني القتل الذين استشهدوا في غزة أحد وما فقدوا جلا يبيبا في المرة الأولى والتنية والتلتة قال النبي ولكني أفقد جلا يبيبا فبحثوا عنه بين القتلى فبحثوا عنه فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه فاقترب منه النبي وهو يبكي ويقول قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه قررها النبي الثلاث مرات ثم دفنه النبي ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدما دفنه النبي قام يدعو لتلك الفتاة المباركة التي وافقت على الزواج وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول راو الحديث فوالله ما سمعنا بامرأة كانت أغنى من هذه الفتاة لأنها فازت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كانت فيه صور تانية يا جماعة كتيرة جدا مشرقة وجميلة جدا للسمع والطعر أخوي وحبيبي في الحديث اللي رأى ابو داود بسندن صحيح أن النبع السلام كان داخل الصلاة وكانوا في بداية الإسلام كانوا بيصلوا بالنعال كانوا بيصلوا بالنعال لأن مسجد النبع السلام كان من الحصى صلى الله عليه وسلم أما الآن فالمساجد يعني من المكت إلى غير ذلك فلن أراد رجل أن يصلي بنعال في المسجد فلابد أن يخصص نعال لأنه فقط للمسجد لا يطأ به الشارع أو يتأكد من خلوقه نعال من أتربة الشارع أو من أي شيء يعني يسبب أي مشاكل في المساجد يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن النبي دخل بالنعال فبيصلي وهو في وسط الصلاة خلع نعاله ووضعها عن يساري فلما انتهت الصلاة وجد النبي أن الصحابة قد خلعوا النعال خلف النبي يعني هو بمجرد ما خلع النعال هم كمان خلعوا النعال فقف سألهم النبي ما الذي حملكم على خلع نعال لكم هم مش مهمة عندهم يعرفوا السبب هم بيطيعوا وهم مغمضين يعني هم أي حاجة يمقر بها ربنا أي حاجة يمقر بها نبينا صلى الله عليه وسلم هم بيسمعوا ويتمعوا حتى لو معرفوش العلة فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا فأراد فأمرني أن أخلعا علي فإذا أتيتم المسجد فانظروا فينا عليكم فإذا رأيتم فمن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحوا وليصلي فيهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث تنروا البخاري أن في بداية الإسلام كان لبس الذهب كان حلالا للرجال والنساء ثم حرم الذهب والحرير على الرجال بعد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتما من ذهب فلبسه فلبس الصحابة جميعا خاتما من ذهب فلما خلع النبي خاتمه من الذهب خلع الصحابة جميعا خواتمهم فسألهم النبي فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه قد حرم علي الذهب فلم يلبسوا الذهب بعد ذلك امتسالا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثالث في البخاري حديث عجيبة جدا في السماء والطاعة أن النبي لما راح المدينة قعد كما قال الراوي 16 شهر أو 17 شهر يصلي القبلة بتاعته تجاه بيت المغدس قبالة والشك هنا من الراوي وبعد 17 شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر تجاه مكة تجاه الكعبة ويتمنى أن تكون هي القبلة وقد علم المولى عز جل ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فكان النبي يصلي فاستدار بالصحابة 180 درجة تجاه المسجد الحرام واستدار الصحابة قل فالنبي يخب بالك النبي بيصلي إمام فإذا استدار أصبح النبي مأموم ترجمة نانسي قنقر